فتحت هذه النافذة وبالاً على شركة بوينغ فما بنته الشركة العملاقة في مجال صناعة الطيران هزته حادثة طائرة ألسكا إيرلاينز الواقعة المثيرة والتي لم ينتج عنها خسائر في الأرواح فتحت سيلاً من الاتهامات على الشركة فما كان لها خيار غير الإقرار بالخطأ وتحمل المزئولية حيث يؤكد مديرها بأن أول خطة في القضية هي الإقرار والإقرار احتراف يؤكد مختصون في المجال أن الشركة لم تألفه إطلاقاً لا سيما وأن سجلها حافل بالأخطاء حادثة طائرة ألسكا إيرلاينز ليست الأولى فشركة بوينغ أوقفت طائراتها عن التحليق لمدة استمرت عشرين شهراً في عامي 2018 و2019 تسببتا في مقتل نحو 350 شخصاً حينها عزت بوينغ أسباب الحادث إلى أخطاء في تصميم برمجيات التحكم في طائراتها وهي معلومات لم يتم إختار الطيارين بها ولا حتى هيئة الطيران الفدرالي الأمريكي ومع كل ذلك لم تفرض على الشركة عقوبات واكتفت بوينغ بإجراء داخلي أفضى إلى فصل الرئيس التنفيذي لها آنذاك أخطاء طافحة لم تنتهي عند ذاك الحد حيث عثرت مؤخراً شركة يونيتد إيرلاينز على مسامير مفككة ومشكلات في التثبيت على بعض طائرات بوينغ 737 ماكس 9 فيما يعز خبراء أخطاء بوينغ تلك إلى تركيزها على تحصيل الأرباح للمساهمين واتباعها لسياسة التقشف وفقاً لتقرير لـ MSNBC ورغم أن إدارة الطيران الأمريكي توعدت بأن بعض طائرات بوينغ لن تعود للمجال الجوي قبل أن تصبح آمنة بشكل كامل يرى خبراء أن هناك تغاضياً أمريكياً بشأن عقاب شركة بوينغ خاصة وأنها في سباق محموم مع إيرباس الأوروبية